تقدم سياسي في خضم هائل من التحديات فبعد نحو شهر تقريبا أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث عن تحقيق تقدم في إنجاز إطار عمل للمفاوضات قد يفسح المجال لإطلاق مفاوضات السلام بعد إحاطته ثانية لمجلس الأمن المتوقع أن تتم في منتصف الشهر القادم تقدم يجري في وسط جمود في تحركات المبعوث الأممي فباستثناء زيارته الثالثة إلى الرياض ولقائه الحكومة اليمنية الشرعية لم يستكمل المبعوث الأممي جولته المنتظرة والتي كان يفتر أن تشمل صنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوث الانقلابية بالإضافة إلى بقية الأطراف اليمنية المعنية بالتسوية السياسية للحرب لكن المبعوث الأممي أكد أن عدم زيارته إلى صنعاء لم تفضي إلى عرقلة وصوله إلى قادة الميليشيا لفهم وجهات نظرهم بشأن إطاره للمفاوضات بنحن أفضل دون أن يوضح متى وكيف التقى بممثل الإنقلابيين ليصل إلى ناتجاته المتفائلة تلك وفي حين أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لاستمرار الوصول الفوري الذي ما برح يحظى به من قبل جميع الأطراف فإنه عبر في الوقت نفسه عن القلق الشديد إزاء الأثر السلبي للتصعيد الأخير للهجمات على العملية السياسية ودعا في هذا الصدد الأطراف إلى أن تتخذ تدابير طارئة للحد من التصعيد سواء أكان من جراء الصواريخ أو من الهجمات الجوية أو البرية وتجنب على ما يبدو الإشارة الصريحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدها أرخبيل السقطرة إثر التصعيد العسكري للإمارات ضد السلطة الشرعية هناك في وقت أكد فيه السفير الأمريكي ماثيو تولر أهمية استمرار التنسيق الدائم بين جميع دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لتحقيق أهداف التحالف والتركيز على العدو الفعلي لليمن والتحالف وهو ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران وفقا لبيان وكالة الأنباء اليمنية ودعا تولر خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إلى دعم جهود المبعوث الأممي لترتيب مفاوضات سياسية تفضي إلى حل مستدام